بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على محاولة انفصال المجهضة في إقليم كتالونيا ما تزال الضبابية تخيم على أمال رئيس الحكومة الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشاز بشأن إزاحة الانفصاليين عن الحكم فقد تجاوز هؤلاء نسبة 50% لأول مرة في الانتخابات الجهوية الكتالونية معززة أغلبيتهم بـ 74 مقعد في البرلمان لكن هذه الأمال لم تتبدد فالنتائج الشبه النهائية أفرجت عن تعادل الحزب الاشتراكي الكتالوني وحزب اليسار الجمهوري الكتالوني من حيث عدد المقاعد التي حصلا عليها أي 33 مقعدا لكل واحد منهما بينما احتل المركز الثالث حزب جميعا من أجل كتالونيا بـ 32 مقعدا وكان الاشتراكيون يعاولون على اليسار الجمهوري في كتالونيا إذ هو الحزب المنفتح على الحوار مع مدريد بالتمرير برنامجها في البرلمان ما تزال أمال سانشاز قوية فرغم التعادل في عدد المقاعد التي حصل عليها الحزبان في هذا الاقتراع فإن الحزب الاشتراكي الكتالوني كان أكثر الأحزاب من حيث عدد الأصوات التي حصل عليها في هذا الاقتراع بما مجموعه 645 350 صوتا وهو ما يمثل نسبة 22.9% من الأصوات المعبر عنها ما مكنه من الحصول على 33 مقعدا من أصل 135 عدد مقاعد البرلمان الجهوي لكتالونيا وبهذه الأصوات التي حصل عليها الحزب الاشتراكي الكتالوني خلال هذا الاستحقاق يكون قد ضعف من عدد المقاعد التي كان قد حصل عليها في انتخابات 2017 والتي لم تتجاوز حين ذاك 17 مقعدا هذه الانتخابات جرت وسط تدابير وإجراءات احترازية مشددة اعتمدتها السلطات جراء تفشي فيروس كوفيد 19 وذلك من أجل ضمان السلامة للناخبين وكذل المشرفين على هذه العملية